السلام اليوم راح نديره مع بعضانا طبق البايلة كما قاعدين تشوف اول حاجة نبدو بالمقادير ويش نحتاجه نحتاجه انا نديره مرغاز والجاج الجاج اللي تحب اي يعني اوش تحب وتحطو حطو انا استعملت الخط جلبانة روز زيتونة عندي هنا تشكيلة من فواكه البحر كريفات الكلمار بلح البحر اللي عندكم وهنا خليت بلح البحر وخليت الكريفات للتزيين هنا اطماطم ابصل كما قاعدين تشوفو وهنا عندي زعفران خليته في الماء زعفران طبيعي وعندي فلفل ما شوي اول حاجة نبدو نقوله بسم الله نحطو زيت زيتونة هنا اللي تحب تستعمل زيت عادي يعني تستعمل زيت عادي مش مشكلة اول حاجة نحطو المرغاز داعنا والجاج هنا كما قلت لكم الجاج تقدروا تحطو الاسكالوب تقدروا تحطو الجوانح يعني حتى الكمية تاع الجاج اللي تحبوها انا يعني حسب عدد افراد الاسرة هنا هدي حاجة راجع اليكم لازم هنا نحمر المرغاز داعي مليح ونحمر الجاج تاعي مليح ونحيه كما قلت لكم لازم الجاج تاعي نحمره مليح انا ديجا انا مجاهزة يعني القشور تاع الكريفات نقيتها ونقيت الكريفات وحكمت القشور حطيته في كما تشوفونا كسرونا تعمى طابة داك البويان تاعي مع البصلت وملح في الفلكحل وعرفة كرافس حطيته وطاب وصفيته درك اني حكملت حطيت فيه جاجي كمال الطياب كما تشوفو هنا نزيد نحط البصلت ونحط التوم البويان داك اللي وجدته كما قلت لكم هو اللي راح نستعمله في الوصفة تاعي يطيب فيه جاج ونستعمله للوصفة تاعي حط ملح فلفل اسود فلفل اسود هنا بما انو انا احنا استعمل استعملت اللي فخد نكمل له طيابه بصح كتو عدي تستعملي اسكالوب ما تقدريش ما يعني مش مهم اتناحيه ويطيب فيه ساعة لسكالوب بصح الجوانح والفخوضة لا تكملي لهم طيابه هنا زيت شوية ما بهدك البنة تاع الحمط اطلع نزيد شوية طماطم هنا عندي كعبة طماطم نقلي مليح كما قادين تشوفو هنا بعد ما قليت مليح نزيد الفواكه البحر تاعي ها كما تشوفو لازم نقلي مليح درك بعد ما قليت مليح كما قادين تشوفو بالطريقة هادي نزيد بلح البحر تاعي لدجاه يكون طيب ونزيد الدجاج لطاب ونزيد المرغاز ودرك نزيد الفلفل ما شوي تاعي هنا اللي انا نحب نفضل اني نستعمل الفلفل ما شوي هنا اللي تحب تستعمل الفلفل يعني اخضر مش مشكلة هنا نحط الروز داعي كما تشوفو انا استعملت الروز القصير نعل الخاص بالبايلة لازم نقليه مليح يعني المرحلة هادي مهمة حتان يدخلو زيت كامل ويدخلو كل شمع بضعه انا بيجي كل كعبة وحدة وما يجيش معجن درك انزيد الجلبانة تاعي في المرحلة هادي نزيد الزعفران انا قلت لكم استعملت الزعفران طبيعي هنه من الزعفران طبيعي ما يجيش لونه غامق هنه تقدرو اللي تحب تحط الزعفران اللي قاعد كيما الكلغان ولا تكتر يعني حاجة اختيارية هنه درك نبدأ نحط البويان تاعي اللي مرقت بيه اللي وجدت وقبل وخليط الجاش تاعي طبيعي هو اللي درك نمرق بيه درك نخلاها كيما قاعدين تشوفوا الطيب ونبدأ هنه نزيد الكروفات بالعقل نزيد كيما تشوفوا بلح البحر هنه اللي ما عند هاش بلح البحر مش متوفر يعني مش مشكلة اللي مول مش مشكلة مش متوفر عندها بسح الوصفة دي يجي كيما هكا درك نخليه يطيب على نار متوسطة لمدة تقريبا عشر دقايق وبعد نبدأ النقص وخلعه اهنا في المرحلة هادي كيب يطيب الروز دي عنا نغطيه بالبابياليمينيوم ونخليه كيما تشوفوا نغطيه مليح ببابياليمينيوم لازم في المرحلة هادي مهمة ونغطيه كيما تشوفوا وبطرشان ونخليه لمدة ربع ساعة اهنا البايلاء تاعنا والروز تاعنا يشرب كيما قدين تشوفوا ها بعد ربع ساعة الروز تاعنا زد تخلو الطيب وجاء كل كعبة واحده كيما تشوفوا ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تكون عجبتكم ونقول لكم ما تنسونيش بالاعجاب والاشتراك في القناة ونتلقوا في وصفات اخرى ان شاء الله اشتركوا في القناة